سلام عليكم زاكر بيت الشيخ نعم أو فضل الحمد لله كل سلام حضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويزيدك من علم وفضله يا رب يا رب العالمين ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة وكل عام وانت بخير ان شاء الله حضرتك بخير وطيب وبسلام كنت عايزة أسأل حضرتك أنا كنت عاملة عملية وقعدت على صحتي ايام ما بصليش كل الفروض طي فعايزة أصلي الفروض دي بس مش عارفة كيفية صلاة الفجر ازاي كده في القضاء ليها سنة ولا منها السنة وصلاة المغرب برضو ليها سنة ولا منها السنة أولا خلينا نقضي نقضي الفرائد اللي عندنا لاننا احنا ما عندناش قضاء للنوافر خلينا نقضي الفرائد اللي عندنا ونصلي مع كل صلاة صلاة قدرنا نصلي أكثر من كده ما فيش منع نصلي مع كل صلاة صلاة دي بتريحنا لما يكون الصلوات كتيرة عناقدر نصلي الصلوات او ممكن يكون مع كل صلاة صلاتين ما فيش مشاكل ليه طيب في حد يقول لي طب ليه من صليت مع كل صلاة صلاة عشان يكون وقتها دخل لا هو كل الصلوات اللي فاتت بتاعة العشر تيام أصبحت واجبة وفي الذمة ولأن احنا كنا مرضى الله سبحانه وتعالى لن يحاسبنا على مسألة فوات الصلوات لكن نعمل ايه بقى نصلي كل ما نستطيعه من الصلوات حتى لو كانت في غير وقتها حتى لو كانت في غير وقتها يعني انا مثلا صليت اربع صلوات صليت من الدهر للعصر صليت دهر وعصر ومغرب وعشة اه مفيش مانا ليه لنكون للصلاة دي مكتوبة في زمتي طيب لأ تقيل عليا وانا مش قادرا لسا جاي لسا مريضة ومش قادرة اصلي مع كل صلاة صلاة اذا كنت انا قادر اعمل كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اكتب لك الخير يا سيدة ام ابراهيم وان شاء الله ربنا يجمعلك بين تمام الاجر والعافية يا رب العالمين اشتركوا في القناة